موسيقى حلو كتير نعزم الجيران والأهل يشاركوننا مائدة الأفطار بس يا سلامة الكرم والضياف الشي والإفراط بالأكل شي تاني خلينا نكون صريحين يا سلامة من أبرز العادات السيئة خلال الشهر الفضيل إكرام الضيوف بالطعام التقيل الغني بالدهون والنشويات وعادة تانية هي الأكل بسرعة فمنحاول نعوض صيام 13-17 ساعة بأقل من ساعة واحدة من الأكل وصحيح منكون بحاجة للسوائل بشرب كميات كبيرة من الماء خاصةً الباردة بسرعة على الإفطار بضرب فالأفضل نعوض بالسوائل بالشربة والفضار وللأسف برمضان مننسى الفواكه لصالح الحلويات وباعترف يا سلامة أنه ما في مهرب من الحلويات الرمضانية لكن نتركها لبعد ثلاث ساعات من الأفطار ونجرب نكتفي بقطعة واحدة بس وأصدق قطعة صغيرة ومش كل يوم إنما بأيام بعيدة عن بعضها والكل بيشرب الشاي بعد الأكل مباشرة بينما لازم بعد ساعة على الأقل ليكون الجسم يمتص الكالسوم والحديد وآخر نصيحة أكثر برمضان بيحبوا يشربوا العرق سوس يلي صحيحة لسعرات الحرارية لكن تناولوا بكثرة بيرفع ضغط الدم رمضان كريم وعساكم دوم بصحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر